على الشاطئ اتفق أفراد الأسرة على الذهاب إلى شاطئ البحر للسجمام ونسيان متاعب العمل وفي الغد استيقظت الأسرة باكراً وساهم أفرادها في تحضير لوازم يوم ممتع في الشاطئ لم تمضي ساعة حتى وصلوا إلى مخيم جميل فنصبوا خيمتهم ثم انطلقوا نحو الشاطئ واتخذوا لأنفسهم مكاناً فوق الرمال الذهبية انخرط الوالدان في اللعب والسباحة مع أبنائهم وفي منتصف النهار سار أفراد الأسرة إلى الخيمة وشاركوا كلهم في تناول طعام الغداء تحلق أفراد الأسرة حول قدر كانت تنبعث منه رائحة شهية ولما انتهوا من الأكل هرول الأبناء من جديد نحو الماء فصاحت الأم لا لا ارجعوا خذوا الآن نصيباً من الراحة قالت سلوى لماذا يا أمي؟ أجابها أخوها علي وقد تراجع إلى الوراء مع أخيه الصغير متذكراً نصائح التي أزداها له أستاذه هذا قد يتسبب في الغرق ردت سلوى متعجبة لكننا قضينا الصباح كله في الماء ولم نصب بيده فضل الأبناء البقاء مدة تحت الخيمة ثم ارتدوا بعض الملابس الخفيفة حماية لأجسامهم من أشعة الشمس الحارقة أما الأبوان فاستسلما لنسائم البحر العليلة تهدهدهما لكن صراخاً قوياً لعلي بدد هدوء الأبوين فقد انغرست شوكة سمكة في سبابته اليمنى التي بدأت تدمي صاحت الأم يا إلهي ماذا نفعل؟ سأحاول إخراجها تدخل الأب قائلاً حذار قد تتكسر ويبقى جزء منها مغروساً في اللحم فيتسبب ذلك في تعفونات علينا أن نسرع به إلى المستشفى تنفست الأسرة الصعداء عندما تمكن الطبيب من انتزاع الشوكة كاملة نظر علي إلى سبابته ثم قبل الطبيب شاكراً فضله لم يعود الطفل في خطر لكن الحادثة فعكرت صفاء ذلك اليوم الذي انتهى قبل أوانه النهاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر